بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم إن شاء الله سوف نتناول الصفحة 107 من كتاب المفيد في الرياضيات للمستوى الرابع ابتدائي دعم الدرسين السابع والعشرين والثامن والعشرين أضع وأنجز إذن سوف نضع هذه العمليات وننجزها مئتان واثنان واربعون فاصلة ثلاثة زائد ثلاثمائة وواحد وخمسون فاصلة سبعة عشر قبل الإنجاز يجب أن أتأكد من صحة الوضع الفاصلة تحت الفاصلة الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات المئات تحت المئات الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح بالنسبة للجزء العشر أعشر تحت أعشر أجزاء المئة تحت أجزاء المئة إلى آخر دائما الفاصلة تحت الفاصلة إذن ننجز هنا صفر زائد سبعة يساوي سبعة ثلاثة زائد واحد يساوي اربعة اضح الفاصلة اثنان زائد واحد ثلاثة اربعة زائد خمسة يساوي تسعة اثنان زائد ثلاثة خمسة اثنان زائد صفر اثنان واحد زائد ثمانية تسعة اضع الفاصلة ثمانية زائد اربعة اثنى عشر اكتب اثنان واحتفظ بواحد واحد زائد ستة سبعة سبعة زائد ستة تلاتة عشر احسب خمسة وعشرون زائد سبعة على عشرة اذا هنا يمكن ان نحول هذا الكسر الى عدد عشاري اذا سبعة على عشرة يساوي صفر فاصلة سبعة هنا يمكن ان ننجز عملية القسمة اذا اردنا ان نتأكد نقسم سبعة على عشرة وبطريقة اخرى ان هنا صفر واحد بعد الواحد يعني صفر واحد وراء الواحد اذا صفر فاصلة سبعة اذا خمسة وعشرون زائد صفر فاصلة سبعة اذا صفر فاصلة سبعة صفر هو الجزء الصحيح خمسة وعشرون عدد صحيح بالنسبة لسبعة فهي اعشار اذا صفر زائد سبعة سبعة خمسة زائد صفر خمسة اتنان زائد صفر اتنان اذا ننتقل الى العملية المولية اذا ثلاثمائة واربعون زائد خمسة هنا واحد على عشرة يساوي صفر فاصلة واحد ستة على مئة يساوي صفر فاصلة صفر ستة اذا هنا رقم واحد يمين الواحد يعني صفر فاصلة واحد هنا رقمان صفر فاصلة صفر ستة اذا ثلاثمائة او اربعون زائد خمسة زائد صفر فاصلة واحد زائد صفر فاصلة صفر واحد اذا صفر هو الجزء الصحيح تحت العدد ثم الجزء العشري على اليمين اذا صفر زائد ستة ستة صفر زائد واحد واحد اضع الفاصلة صفر زائد خمسة خمسة زائد صفر خمسة اربعة زائد لا شيء اربعة تلاتة زائد لا شيء تلاتة اذا يساوي ثلاثمائة وخمسة واربعون فاصلة ستة عشر مائة واثنان وسبعون زائد واحد زائد صفر فاصلة تمانية زائد صفر فاصلة صفر ثلاثة يساوي اذا ننجد العملية اذا صفر زائد ثلاثة ثلاثة تمانية زائد صفر ثمانية اضع الفاصلة اتنان زائد واحد ثلاثة سبعة زائد لا شيء سبعة واحد زائد لا شيء واحد مائة وتلاتة وسبعون فاصلة ثلاثة وتمانون سبعمائة زائد سبعون زائد سبعة زائد صفر فاصلة سبعة زائد صفر فاصلة سبعة ويمكن ان ننجز هذه العمليات دون ان نضعها بشكل عمودي يمكن ان ننجزها افقيا بالنسبة لسبعمائة عدد صحيح سبعون عدد صحيح سبعة عدد صحيح اذا سبعمائة زائد سبعون سبعمائة وسبعون زائد سبعة سبعمائة وسبعة وسبعون سبعمائة وسبعة وسبعون زائد سفر فاصلة سبعة سفر فاصلة سفر سبعة نجمع هذين العددين سفر فاصلة سبعة زائد سفر فاصلة سفر سبعة يساوي صفر فاصلة سبعة وسبعون. سفر فاصلة سبعة وسبعون زائد سبعمائة وسبعة وسبعون يساوي سبعمائة وسبعة وسبعون فاصلة سبعة وسبعون. يمكن أن نتأكد من العملية. إذن سبعمائة عدد صحيح. سبعون عدد صحيح. سبعة عدد صحيح. إذن سفر فاصلة سبعة فاصلة صفر سبعة عداد عشرية. اذا صفر زائد سبعة. سبعة. صفر زائد سبعة. سبعة. واضع الفاصلة. سبعة زائد صفر. سبعة. سبعة زائد سبعة. سبعة زائد لا شيء. سبعة. اذا يساوي سبعمائة وسبعة وسبعون فاصلة سبعة وسبعون اشترى كريم قبعة ب اربعة وثمانين فاصل تسعين درهما وقميصا يبلغ ثمنه اكتر من ثمن القبعة بخمسة وستين فاصل صفر تسعة درهما وسروالا رياديا بمئة وتسعة وتسعين فاصل تسعة وتسعين درهما بكم اشترى كريم القميص ما المبلغ الإجمالي الذي صرفه كريم في اشتراء الملابس اذا نحاول ان نفهم المعطيات اشترى كريم قبعة بهذا المبلغ اذا هذا ثمن القبعة واشترى قميصا يبلغ ثمنه اكتر من ثمن القبعة بخمسة وستين فاصل صفر تسعة اذا هذا هو السؤال الاول بكم اشترى القميص اذا القميص ثمنه يزيد عن ثمن القبعة بهذا العدد اذا سوف نعتمد عملية الجمع لنعرف ثمن القميص اذا ننجز العملية سفر زائد تسعة 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 زائد صفر تسعة اضع الفاصلة اربعة زائد خمسة تسعة ثمانية زائد ستة اربعة عشر اذا اشترى كريم القميص في مائة وتسعة واربعين فاصلة تسعة وتسعين درهما اذا هذا هو ثمن القميص السؤال الثاني ما المبلغ الاجمالي الذي صرفه كريم في اشتراء الملابس اذا كريم اشترى القبعة بهذا ثمن اشترى القميص بهذا الثمن واشترى سروال رياضي بهذا الثمن اذا سوف نجمع هذه المبالغ الثلاثة اذا صفر زائد تسعة زائد تسعة ثمانية عشر اكتب ثمانية واحتفظ بواحد واحد زائد تسعة عشر عشر زائد تسعة تسعة عشر زائد تسعة تمانية وعشرون اكتب ثمانية واحتفظ باتنان اضع الفاصلة اتنان زائد اربعة ستة ستة زائد تسعة خمسة عشر خمسة عشر زائد تسعة اربعة وعشرون اكتب اربعة واحتفظ باتنان اتنان زائد تمانية عشر زائد أربعة أربعة عشر زائد تسعة ثلاثة وعشرون أكتب ثلاثة وأحتفظ بإثنان إثنان زائد واحد ثلاثة ثلاثة زائد واحد أربعة إذن المبلغ الإجمالي الذي صرفه كريم في اشتراء الملابس هو أربعمائة وأربعة وثلاثون فاصلة ثمانية وثمانون درهما أحول قياسات الساعة إلى الوحدات المطلوبة إذن سوف نعتمد جدوى القياس الساعات إذن لدينا خمسة وعشرون لتر إذن لتر خمسة وعشرون لتر سوف نحولها إلى سنتي لتر إذن سنتي لتر سوف نضيف صفران الفان وخمسمائة سنتي لتر نحول إلى الديسي لتر يساوي مائتان وخمسون ديسي لتر ثم نحول إلى المليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليلي نسبة لخمسة هيكتوليتر. عشرة ديكاليتر. اذا. خمسة هيكتوليتر. عشرة ديكاليتر. نحول الكل الى ليتر. اذا نحول الى يساوي ستة مائة ليتر. سبعة الاف وخمسمائة ميليليتر. نحول الى ليتر. سبعة فاصلة خمسة. ثم نحول الى ديسي ليتر. ديسي ليتر يساوي خمسة وسبعون. بالنسبة لديسي ليتر يساوي خمسة وسبعون. ثلاثة مائة سنتي ليتر. دائما رقم الوحدات اضعه تحت الوحدة. اذا احول الى ليتر. اذا ثلاثة لتر. ثم بعد ذلك نحول الى ديسي ليتر. ديسي ليتر تلاتون ديسي ليتر. بلغ محصول فلاح من الزيت ثلاثمائة وخمسون لترا. اراد تخزين هذه الكمية في عبوات قياس ساعة كل منها خمسة سنتي ليتر. احسب عدد العبوات التي سيحتاجها الفلاح. اذا بلغ محصول فلاح من الزيت ثلاثمائة وخمسون لترا. اراد تخزين هذه الكمية في عبوات قياس ساعة كل واحد منها خمسة سنتي ليتر. اذا اولا سوف نحول ثلاثمائة وخمسون لتر الى سنتي ليتر. هذه الحطوة الاولى. ثم بعد ذلك نقسم العدد على خمسة. اذا ثلاثمائة وخمسون لتر. سوف نحول الى سنتي لتر. اذا ديسي لتر سنتي لتر. خمسة وتلاتون. اذا هذه هو التحويل. اذا نحسب عدد العبوات. اذا العملية سوف نعتمد عملية القسمة. اذا خمسة وتلاتون مقسم على خمسة سبعة. سبعة في خمسة خمسة وتلاتون. خمسة ناقص خمسة صفر. تلاتة ناقص ثلاثة صفر. ننزل صفر. اذا صفر. مقسم على خمسة صفر. صفر في خمسة صفر. صفر ناقص صفر. انزلوا صفر. اذا صفر مقسم على خمسة صفر. صفر في خمسة صفر. يبقى صفر وانزلوا الصفر. اذا صفر مقسم على خمسة صفر. وانكمل صفر في خمسة. صفر صفر ناقص صفر يساوي صفر. سوف اعيد هذه العملية لتكون واضحة. اذا ثلاثة مقصوم على خمسة لا يمكن لان ثلاثة اصغر من خمسة. اذا اتمدوا رقمين. خمسة وثلاثون مقصوم على خمسة يساوي سبعة. سبعة في خمسة خمسة وثلاثون. خمسة ناقص خمسة صفر. تلاتة ناقص ثلاثة صفر. انزلوا صفر. صفر مقصوم على خمسة صفر. صفر في خمسة صفر. صفر ناقص صفر صفر. انزلوا صفر. صفر مقصوم على خمسة صفر. صفر في خمسة صفر. صفر ناقص صفر صفر. وانزلوا صفر الاخير. صفر مقصوم على خمسة صفر. صفر في خمسة صفر. صفر ناقص صفر. صفر. اذا عدد العبوات هو سبعة آلاف. كل فرد في عائلتي يستهلك خمسة لترات من الماء يوميا. اكمل الجدول الآتي. عدد افراد الاسرة. كمية الماء المستهلك في اليوم باللتر. اذا فرد واحد يستهلك خمس لترات. شخص واحد يستهلك خمس لترات. شخصان كم يستهلكان? يستهلكان عشرة. اذا هنا يمكن ان نحدد معامل التناسب. اذا معامل تناسب يمكن ان نجدهم من خلال. في ماذا ضربنا واحد واعطى خمسة. ضربنا في خمسة. اذا خمسة هو معامل تناسب. اذا نضربه في خمسة. اذا اه اعداد السطر الاول نضربه في خمسة لتعطينا اعداد السطر التاني. اذا في خمسة. اذا واحد في خمسة يساوي خمسة. اتنان في خمسة يساوي عشر. اربعة في خمسة يساوي عشرون. ستة في خمسة يساوي تلاتون. تمانية في خمسة يساوي اربعون. اطنى عشر في خمسة هنا ممكن. خمسة في اتنان عشرة. اكتبوا الصفر واحتفظوا بواحد. خمسة في واحد خمسة وواحد ستة. ويمكن ان انجز هذه العملية خمسة في عشرة خمسون. خمسة في اتنان عشرة. عشرة زائد خمسون ستون. وبهذا نكون قد انهينا درسنا هذا. والى درس جديد بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.